نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعدي ولا أحبه فإن هذا اللقاء الحمد لله تعالى مع أحد علمائنا صاحب فضيلة معالي الشيخ دكتور صالح بفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لبحث العلمية والإفتاء ويتحدث معالي الشيخ عن موضوع هام وبيمثي ما يكون من حاجة عن مظاهر ضعف والعقيدة في هذا العصر وعن طرق العلاج والتناصح لتقوية العقيدة في نفس المسلمين إنساء الله تعالى أن يفتح على ما عليه وأن يسدده وأن ينفع به وأن يتفضل جزاء الله خيرا ونفع به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن العقيدة يراد بها ما يعتقده الإنسان بقلبه ويجزم به وينطق به بلسانه ويعلنه ويعمل بجوارحه بما تتطلبه هذه العقيدة أقول من عقد الشيء إذا شده وأحكمه والمراد بها هنا عقيدة التوحيد التي هي أساس الإسلام وأساس الملة والتي تبنى عليها جميع الأعمال فهي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح به الأعمال والأقوال وهي الركن الأول من أركان الإيمان والركن الأول من أركان الإسلام فأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأول ركن من أركان الإيمان كذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي أول ما يدعو إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه فهي البداية وهي الأساس وهي المعتبرة في صحة الأعمال أو بطلانها فإن كانت العقيدة صحيحة مبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صحت معها جميع الأعمال إذا كانت موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العمل لا يقضل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل لأن لا يكون فيه شيء من الشرك وهذا معنى لا إله إلا الله الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة ولا إحداث في الدين وهذا من معنى شهادة أن محمدا رسول الله فهذه هي العقيدة وهذه أهميتها في دين الإسلام ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين أول ما بعثه الله في مكة أول ما دعا إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فأمضى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة قبل الهجرة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك ولقي في ذلك ما لقي كإخوانه من النبيين من الأذى وتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل وتبعهم وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك صحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام يأتنون بهذه العقيدة وتأصيلها وتعليمها للناس دعوة إليها والذب عنها وآثارهم في ذلك موجودة في مؤلفاتهم التي تقوم على هذا الأساس وهذا مما يدل على أهمية العقيدة وأنها يبدأ بها أولا فإذا صحت اتجه إلى بقية الأعمال ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل إلى اليمن لما بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم ترد فيه قرائه فلم يطلب من معاذا يعلمهم بالصلاة والزكاة إلا بعد ما يجيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه لا فائنة من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال بدون تحقيق الشهادتين وهذا مما يدل على أهمية العقيدة ومكانتها في الإسلام وأنها يبدأ بها قبل كل أمر بمعروف أو نهي عن منك وهي عبادة الله وحده لا شريط له وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تِشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أن يعبدوا الله واجنبوا الطاروت والطاروت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن العبادة لا تصح إذا كان معها شرك لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله أزوجل أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره عبادته غير صحيح كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريد ولا يأتي الأمر بالتوحيد إلا ومعه النهي عن الشرك لأن التوحيد لا يتحقق إلا بتجنب الشرك فهما متلازمة فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا أعبد الله أنا أصلي أنا أصوم أنا أحج أنا أتصدق ولا يمنع هذا أن أدعو الحسن والحسين وعبد القادر وأستغيث بالأموات هذا لا يقبل منه عمل ولا تصح منه حسنة واحدة حتى يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى فلا يشرك بربه أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فادعو الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء فلا تدعو الله وتدعو معه غيره من أصحاب القبور والأموات والغائبين تستنجد بهم تدعو هذا وهذا هذا شرك أكبر يخرج من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله أو تعبد الله وتقول لا إله إلا الله ثم تذبح للقبور أو تنذر للأموات وغير ذلك فهذا تناقض وهذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء أما مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا هي كثيرة تجب معالجتها وإلا فإنها سيكون لها آثار قبيحة على العقيدة وقد لا تبقى معها عقيدة إذا لم تعالج من مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها لأن بعض الناس مع الأسف قد يكونون من المتعلمين أو من الدعاة حتى لا يهتمون بالعقيدة ويقولون العقيدة تنفر لا تنفر الناس لا تعلمهم العقيدة اتركوا كلا على عقيدته ولكن ادعوهم إلى التآخي والتعاون وادعوهم إلى الاجتماع وهذا تناقض لأنه لا يمكن التآخي ولا يمكن التعاون ولا يمكن الاجتماع إلا على عقيدة واحدة إلا على عقيدة واحدة صحيحة سليمة وإلا فإنه سيحصل الاختلاف وكل يؤيد ما هو عليه ولا يجمع الناس إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله نطقا واعتقادا وعملا أما مجرد أنهم يمتسبون إلى الإسلام وهم مختلفون في عقيدتهم فهذا لا يجدي شيء المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية يعتقدون أن الله هو الرب وحده وهو الخالق وهو الرازق وهو المحي المميت المدبر ولكنهم في العبادة لا يخلصون العبادة لله وإنما كل يعبد ما استحسنه فصاروا متفرقين في عباداتهم وإن كانوا يعترفون كلهم بتوحيد الربوبية لكنهم في العبادة والتأله متفرقون منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد المسيح وعزير ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد ويعبد كل له آلية وكان من أثر ذلك أنهم متناحرون أنهم متفرقون أنهم متباغضون أنهم متعصبون كل يتعصب لآلهته ولهذا قال يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكانوا متفرقين متناحرين كل يتعصب لملته ونحلته وآلهته وإن كانوا يقولون ربنا واحد لكن معبوداتهم متفرقة فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة واستجاب له من استجاب اجتمعوا وصاروا إخوة متحابين وصاروا أمة واحدة وصار سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصحيب الرومي وغيرهم من سادات المسلمين صاروا إخوة لبني هاشم أشرف العرب صاروا إخوة متحابين متلاحمين بكلمة التوحيد التي وحدتهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بالمؤمنين ما اجتمعوا إلا بالإيمان أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ألف بينهم بأي شيء بالعقيدة الصحيحة توحيد لا إله إلا الله هذا الذي ألف الله به بينهم ولا يؤلف المسلمين اليوم ويردهم إلى وحدتهم وقوتهم إلا ما ألف بين السابقين ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فإذا كانوا يريدون جمع الأمة والتآخي والتعاون فعليهم بإصلاح العقيدة وبدون إصلاح العقيدة لا يمكن جمع الأمة لأنه جمع بين المتضادات ولو حاول من حاول ولو عقدت المؤتمرات والندوات لجمع الكلمة هذا لا يمكن إلا بإصلاح العقيدة عقيدة التوحيد يقول الشاعر إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب الجرح لا بد يعالج وينقى ويطهر ويرم على دواء نافع أما إذا رم على فساد فإن هذا إهمال من الطبيب كذلك الذي يريد أن يجمع الأمة ويلمها على غير التوحيد والعقيدة الصحيحة هذا مهمل فبطلت بذلك مقولة إن العقيدة تنفر الناس والدعوة إلى التوحيد ينفر الناس ادعوهم إلى الاجتماع يدعوهم إلى الوقوف ضد العدو العدو يفرح بمثل هذا الكلام لأنه يعرف أنه لا جدوى له فمن أعظم مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها تقليل من شأنها لأن فيه من يقلل من شأن التوحيد وشأن العقيدة ويدعو إلى الالتفاف تحت مسمى الإسلام ومظلة الإسلام العامة مع أنه لا يكون إسلام إلا بالعقيدة الصحيحة التي هي رأسه وأسه لا يكون إسلاما وإن سموه إسلاما فليس هو الإسلام كذلك من مظاهر وعف العقيدة في عصن الحاضر عدم اهتمام كثير من الدعاة بها دعاة يدعون إلى الإسلام يدعون إلى يدعون إلى الإسلام لكن أي إسلام يدعون إليه لا يدعون إلى العقيدة قد يكون يدعون إلى الصلاة إلى إلى الصدق إلى الأمانة إلى الأعمال الطيبة لكن العقيدة لا تأتي لهم على بأ فكيف يكونون دعاة بهذه الصفة هؤلاء ليسوا دعاة إلى الإسلام بالمعنى الصحيح دعاة إلى الإسلام يهتمون بأساس الإسلام ومنبع الإسلام وقوة الإسلام وهي العقيدة فلذلك لا تجد للدعوة إلى التوحيد في مناهجهم لا تجد لذلك ذكرا ولا اهتماما فهذا من مظاهر الضعف بل ربما أن أغلبهم لا يعرفون التوحيد المعرفة الصحيحة لأنهم لم يدرسوا ولم يتعلموا وهم يدعون إلى الإسلام كيف يدعون إلى الإسلام وهم لا يعرفون أساسه ويعرفون أصله فيجب على الدعاة وفقهم الله أن يستموا أن يتعلموا العقيدة أولا تعلموها ويهتموا بها ويفهموها وينظروا في واقع الناس اليوم وما وقع من الخلل في العقيدة ثم يقومون بإصلاحهم قبل كل شيء هذا هو الأصل الصحيح والمنهج السليم للدعوة إلى الإسلام وإلا فإن الدعاة إلى الإسلام والجماعات وجمعيات وجهود ومراكز لكن أين الأثر والشرك يعج في الأمة الإسلامية الآن والأضرحة في كل مكان إلا ما شاء الله وعبادة غير الله تعلن جهارا نهارا بالاستغافة بالأموات والذبح للأموات وربما للجن والشياطين والدعاة ساكتون يدعون إلهي شيئذا ولذلك لم تثمر دعوته بينما إذا قام عالم واحد محقق ودعا إلى التوحيد نفع الله به الأمة وهو ما عنده أعوان ولا عنده أموال ولا عنده لكنه يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة يدعو إلى الله على بصيرة كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله ينزه الله سبحانه عما لا يليق به وما أنا من المشركين يتضرى من المشركين هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد التي أمره الله أن يعلنها للناس على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباع الرسول يدعون إلى الله على بصيرة أما الذي يدعو إلى الله على جهل أو على عدم اهتمام بالعقيدة فهذا ليس على بصيرة وإن كان عالما إذا لم يهتم بالتوحيد فهو ليس على بصيرة فهذا من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاور أن كثيرا من الدعاة والجماعات والجمعيات لا تعيرها اهتماما لا تعلما ولا تعليما ولا دعوة وإنما يهتمون بمخططات يضعونها لأنفسهم ليست على أساس سليم فهذه لا تفدي شيء وتضيع الجهود كلها ويبقى الناس على ما هم عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر عدم التركيز عليها في المناهج الدراسية المناهج الدراسية لا يركزون عليها يجعلون لها الصدارة في الوقت وفي الشصص وفي الكتب المفيدة النافعة لا يركزون عليها في الغالب وإنما المناهج محشوة بمواد دنيوية دنيوية علوم دنيوية علوم دنيوية أو أمور أو أمور كنتون سبيل الدين من حسن التعامل حسن الجوار حسن والصدق في المعاملات وإلى آخره لكن نصيب العقيدة في المناهج الدراسية إلا من رحم الله نصيب ضعيف ونصيب الأسد لغيرها فهذا مما أخر المسلمين وأنشى جيلا جاهلا بالعقيدة يتخرج من الدراسات العليا وهو لا يعرف العقيدة المعرفة اللائقة لكيف يرجى حينئذ أن العقيدة تنتصر وتنمو وهي لا وجود لها في المناهج وإن وجد لها ذكر فهو ذكر ضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع ما فيه تفصيل ما فيه بيان ما فيه تركيز وحتى لو وجد في المناهج لو وجد في المناهج حيز للعقيدة فالغالب أن الذين يدرسونها لا يهتمون بها ولا يفهمون الطلاب وإنما همهم إنما همهم تحدث مع الطلاب ومدح الإسلام ومدح الدين لكن من غير اهتمام بالعقيدة ولا فهم لها ولا معرفة الله أو همهم همهم أن ينجح الطالب ولو بالدف على ما قالوا ولو مع الضعف همهم أنه ينجح الطالب لا وليس همهم في الغالب أن يكون فاهما للعقيدة فاجتمع عدم تركيز عليها في تخطيط المناهج واجتمع ضعف المدرسين أو عدم اهتمامهم بها وانشغالهم بالأفكار والأشياء والثقافات دون أن يهتموا بالعقيدة ويلقنوها للطلاب تلقينا صحيحا ويختبروهم فيها ويعلمونهم الاهتمام بالعقيدة ويبينون لهم أهمية العقيدة قال لهذا في مجتمعات المسلمين في بلادنا ولله الحمد المناهج فيها نصيب كبير للتوحيد والعقيدة ولكن نرجو الله أن يهيئ لها معلمين ورجالا مخلصين فيفهمون العقيدة ويوصلونها إلى الطلاب فليس المقصود وجود الكتب أو وجود الحصص هذا طيب لكن المقصود وجود المدرس الذي يفهم الطلاب العقيدة ويوضفها لهم هذا هو المهم كذلك من مظاهب ضعف العقيدة التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد من تهوين للعقيدة ورمي لها بأنها تشدد يرمون العقيدة بأنها تشدد وأنها تكفيرية وأنها من منابع التطرف يقولون هذا في الفضائيات وفي الكتابات في الصحف والمجلات بأن العقيدة وأهل التوحيد أنهم أهل تطرف وأهل غلو فيتأثر بهم من يسمع هذا الكلام فيزهد في العقيدة أو لا يحب الكلام فيها لألا يتهم لأنه متطرف وأنه غالي وأنه تكفيري وأنه إلى آخره يا عباد الله هذا أمر لا يجوز العقيدة لا مساومة عليها مهما قال القائلون مهما قال القائلون ومهما أثار الأعداء من الشبه ويقولون خلوا عندكم إنسانية خلوا عندكم محبة للبشرية لا تكره الناس كره الآخر يتأثر بهذه الأفكار الخبيثة من من هو ضعيف الإدراك فيزهد في العقيدة العقيدة عبادة لله عز وجل العقيدة العقيدة ولا وبرأ ولا أولي المؤمنين وبراء من المسرقين العقيدة فارقة بين الحق والباطل بين الشرك والتوحيد بين الكفر والإيمان وإلا إلى ضعفة العقيدة وضعفة مداركها في الناس حصل الضلال والفساد الكبير في الأرض بسبب ترك العقيدة المسلم يتميز بعقيدته توحيده ولكن مع هذا يكون عنده حكمة ويكون عنده فقه في دين الله ويكون عنده رغبة في هداية الناس ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ليس الغرض من تعلمنا للعقيدة وما تمسك بها أننا أننا نصبح وحشا كاسرا كما يتصورنا الآدى وأننا نكفر الناس وأننا لكن مهمتنا أننا نحمل هذه العقيدة حملا صحيحا ونبينها للناس ونوضحها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن نحن لا نريد الشر للبشرية نريد الخير للبشرية نريد لهم الخير نريد لهم الإيمان نريد لهم التوحيد نريد لهم النجاة من النار هذا الذي نريده للبشرية النص لعباد الله لكما يتصورون أننا ننغلق وأننا نبغض البشرية وأننا وأننا نحن لا نبغض لمن يبغضه الله ورسوله نوالف الله ونعادف الله ولكن نبدل جهدنا وعلمنا وإمكانياتنا في إخراج الناس من الظلمات إلى النوع فنحن أنفع للبشرية من الذين يداهنون في دين الله ويساومون على دين الله ويريدون بذلك كما يقولون يريدون التآخي لبني الإنسان والإنسانية وإلى آخر الإنسانية الصحيحة الإنسانية الصحيحة هي في عبادة الله سبحانه هي في اتباع أوامر الله هي في ترك ما نهى الله عنه ليست الإنسانية بالبهيمية والشهوانية ليست البهيمية الشرك بالله عز وجل ليست الإنسانية الشرك بالله تعالى ليست الإنسانية بالبدع والمحدثات الإنسانية الصحيحة هي عبادة الله وحده لا شريك له كما شرع الله لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه البشرية الصحيحة أما ما عداها فهو البهيمية ما عداها هو الجاهلية وإن كانوا يسمونه بالتقدم والرقي والحضارة الحضارة والرقي والتقدم في الإسلام في دين الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا الذي هو دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي فيه الحضارة والرقي والتقدم والخير للبشرية الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته ما خلقهم لأن يعبدوا فلانا وفلانا وما يهوون خلقهم لعبادته وتكفل لهم بالأرزاق والهداية قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتين وهو لا تضره عبادة لا تنفعه عبادة العابد أو طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وشرك المشرك وإنما هذا يرجع إلى العباد فالله أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم وإلا فإن الله غني عنهم إن تكفروا أنكم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ولكنه يأمرهم بعبادته وطاعته لمصلحتهم لصلتهم بالله عز وجل ليرزقهم ليعافيهم ليهديهم ليدخلهم الجنة والله يدعو إلى دار السلام يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم والله يدعو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فوحينما أمر الخلق بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم هم أما لو كفروا جميعا فإنهم لن يضروا الله جل وعلا ولو صلحوا جميعا لن ينفعوا الله عز وجل فهو النافع الضار الغني الكريم سبحانه وتعالى فكيف نزهد بعقيدة هذا شأنها كيف نذهب إلى غير الله نعبد غير الله نترك الحي الذي لا يموت ونعبد الأموات والرمم البالية في القبور أين العقول أين المدارك ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن كما قال الإمام بن القيم رحمه الله حربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان قال تعالى قال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أعهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كيف تعبد عدوك وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فمن ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الشيطان وحينئذ لا يدري أين يذهب ولا أين يصير ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا مآل الشرك بالله عز وجل فنحن إذا نظرنا إلى المجتمعات البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظرنا إلى اجتماع المسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الفرق بين الكفر والإيمان وبين الشرك والتوحيد فهذه مظاهر سببت ضعف العقيدة في وقتنا أو انعدامها في بعض البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله فلابد من لفتة لابد من لفتة صادقة من المسلمين نحو عقيدتهم في تعلمها في تعليمها في الدعوة إليها في المحافظة عليها ولا تفض هذه العقيدة إلا بأمرين الأمر الأول العلم العلم بالعقيدة الصحيحة وهذا لا يحصل إلا بالتعلم والدعوة وكذلك السلطة التي تحمي هذه العقيدة فإذا توفر العلم والسلطة فإن العقيدة تكون في عز وأمان وحماية أما إذا لم يكن هناك علم أو كان هناك علم وليس هناك سلطة فإن العقيدة تضعف فلا بد لعز العقيدة ولا بد من أمر العلم النافع والسلطة التي تحمي هذه العقيدة من عبث العابثين ولهذا لما قام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد بالدعوة إلى التوحيد وانضم إليه الإمام محمد بن سعود بالجهاد في سبيل الله وحماية الدعوة أثمرت هذه الدعوة مما تعيشون الآن في ظله ونسأل الله أن يستمر وأن يبقى وأن ينتشر في البلاد الأخرى ما قام إلا على أمرين على العلم وعلى السلطة التي تحمي هذه الدعوة وهذا التوحيد فلا بد من الأمرين وهذا مما تقوم به العقيدة ومما يعالج به ضعف هذه العقيدة مما يعالج به ضعف هذه العقيدة تظافر العلم على السلطة العلم الذي يوضح الحق من الباطل والسلطة التي تنفذ الحق وتقمع الباطل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه العقيدة عزتها ومكانتها وأن يثبتها في قلوبنا وفي بلادنا وأن ينشرها في بلاد المسلمين ولكن هذا لا يحصل بالتمني وإنما يحصل بالعمل أولا الاهتمام بالعقيدة تعلما وتعليما من المصادر الصحيحة من المصادر الصحيحة والكتب الصافية المفيدة وهي موجودة ومتوفرة ولله الحمد لكنها في الرفوف وماذا تغني إذا كانت في الرفوف بدون أن ينتفع بها ويشرح ما فيها للناس ويوضع ثانيا الدعوة الدعوة إلى هذه العقيدة وتبصير الناس وتعليم الناس هذه العقيدة أما مجرد أنك تعرف التوحيد وتعرف العقيدة الصحيحة وتسكت فوجودك كعدمك فلابد على من منى لا بد لمن منى الله عليه لمعرفة هذه العقيدة أن يقوم بالواجب للتعليم للدعوة إلى الله بنشر العلم بنشر الخير ثالثا لما كان التعليم في وقتنا في الغالب تعليما نظاميا تعليما نظاميا فلابد أن يجعل للعقيدة الصدارة في مناهج التعليم ولابد أن يختار لها المدرسون الأكفياء الناصحون لا بد وإلا منهج وكتاب بدون مدرس لا يجدي شيئا لا بد أن نطرح الأفكار التي تضاد هذه العقيدة وهي تروج الآن مع الأسف تروج الأفكار المضادة لهذه العقيدة لا بد أن نطرحها لا بد أن نطرحها لا بد أن نحذر منها إذا كنا نريد أن تبقى هذه العقيدة وإلا إذا لم نقم بهذا فإن الله جل وعلا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا نخشى أن تسلب هذه النعمة من هذه البلاد والله لا يضيع دينه يقيض له من يقوم به غيرنا لكن نحن الذين نضيع وإلا فإن الدين والعقيدة لا تضيع بإذن الله بل يهيئ الله لها من يقوم بها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايا لألك فضل الله يتيه من يشاء والله واسع عليم فإذا لم ننتبه لعقيدتنا ونتدارك ما دب إليها من الضعف ونقمع من يريد القضاء عليها أو التقليل من شانها فإنها ستسلب وتعطى لغيرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لصالح القول والعمل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين عبد العالي الشيخ صالح بالفوزان بالفوزان خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة القيمة القيمة النافعة معالي الشيخ يقول السائل هل هناك غوابط أو قواعد للتفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر وجزاكم الله خيرا نعم هناك فوارق كبيرة بين الشرك الأكبر الشرك الغصر وإن كان كل منهما شر لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة يخرج من الملة ويبتل الإيمان يصبح الإنسان كافرا مشركا والشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص العقيدة وينقص الإيمان وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر لا يتهاون به هو ينقص الإيمان وينقص العقيدة وأيضا هو وسيلة إلى الشرك الأكبر نعم أنا مدرس لماذا في التوحيد في الصف السادس الابتدائي ما نصيحتكم لي اتجاه الطلاب لكي يثبت العقيدة في النهوس كما سمعت يا أخي أولا لا بد أن تكون على علم بالعقيدة لا بد أن تكون فاهما للعقيدة على الوجه الصحيح ثانيا لا بد أن تهتم بتوضيحها وإيصالها إلى الطلاب بالوجه السليم ثالثا لا بد أن تشرح مقرر التوحيد الذي بأيديهم توضحه لهم وتبينه لهم ولا تترك منه شيئا تقول هذا غير مهم لأننا مع الأسف نسمع أو قد عايشنا وقت الطلب من يقسم المقرر إلى مهم وإلى غير مهم ويوجه الطلاب إلى مراكز الأسئلة في الامتحان ويترك بقية الكتاب ويخرج الطلاب لم يفهموا الكتاب فنوصي المدرس أن يتقي الله وأن يشرح الكتاب بكامله حسب استطاعته وإمكانياته أن يشرحه ولا يقسمه إلى مهم وغير مهم ويلغي بعض الأشياء قد يكون الذي ألغيته هو المهم قد يكون الذي ألغيته مرتبط ولا يفهم الذي يهتم به لا يفهم إلا بالذي حدفته لأن العلم ترابط بعضه مع بعض نعم هنا سائل من الانترنت من ليبيا يقول ما هي الطريقة الصحيحة للعملية لتقوية العقيدة في قلب المسلم طريقة الصحيحة أولا قوة الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله التوفيق وإخلاص النية إخلاص النية لله عز وجل في العلم والعمل والتعليم ثالثا الأمانة في توصيل المعلومات الأمانة في توصيل المعلومات للطلاب لأن توضح لهم توضح لهم العقيدة الصحيحة لسيما إذا كان بأيديهم كتاب مقرر فلابد أن تعتني بهذا الكتاب وبشرحه ولا تقتصر على فهمك لا تقتصر على فهمك على مجرد قراءة الكتاب لابد أن تراجع الشروح وكلام أهل العلم حول مسائل هذا الكتاب حتى تفهمه وتفهمه لطلابه نعم نجد كثيرا ممن يدعون الناس إلى التوحيد في الدول الإسلامية يتفرقون وينقسمون إلى جماعات وكلهم يدعون إلى التوحيد للأسف مع أن العقيدة تجمعوا ولا تفرق ما أظن هذا صحيح ما أظن أن المتفرقين يدعون إلى التوحيد لو كانوا يدعون إلى التوحيد ما تفرقوا لكنهم يدعون إلى أفكار وإلى مناهج كل له منهج كل حزب بما لديهم فرحون وإلا لو كانوا يدعون إلى التوحيد دعوة صحيحة لاجتمع ولتآلكوا لأن التوحيد هو الذي ألف بين من قبلنا وهو يؤلف يؤلفنا ويؤلف من بعدنا إنما الجهل بالتوحيد أو عدم الاهتمام به هو الذي يفرق الدعاة نعم قل السائل معي الشيخ إنه يحب كبه الله من فرق بين عقيدة المرجع والصوارج وكيف نعرف عقيدة أهل السنة الجماعة الصحيحة عقيدة المرجع متناقضة مع عقيدة الخوارج الخوارج متشددون والمرجع متساهلون الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الشرك والخوارج والمرجع يقولون الذنوب لا تضر ما دون الشرك لا يضر عندهم ولو كانت كبايا صاحبها مؤمن كامل الإيمان لا تضره المعاصر والعمل ليس من الإيمان العمل إنما هو قول واعتقال أو اعتقاد فقط أو معرفة بالقلب فقط ولو لم يعتقل لأن المرجع فرق فرق كثيرة لكن المهم أنهم على النقيض من الخوارج الخوارج متشددون غالون والمرجع متساهلون وكلها الطائفتين على ظل نعم نعم قل استهل خوارج الشيخ كيف يمكن الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى ثماث وسبعين فرقة وأن نجمع وأن نجمع كلمة الأمة على قول واحد على فرقة واحدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة إلى من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب ندعوهم إلى هذه الفرقة الناجية وبذلك يسلمون من النار يسلمون من الظلال وهذه الفرقة الناجية ولله الحمد فيها الخير فيها البركة نعم فلتجوز الصلاة المساعدة التي فيها قبور صلاة صورية فقط وذلك لتأنيف قلوب بأهل القبور ثم دعوتهم لترك عبادة القبور وقد نفعت هذه الطريقة على قول من قام بهذه الطريقة هذه طريقة ضألة مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن البناء على القبور الذي يصلي عند القبور مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة غير صحيحة لأنه يكتب الفساد فهو صلى صلاة منهيا عنها فلا تكون صحيح وليس هذا هو طريق التاليب وطريق الدعوة هذه مداهنة هذه مداهنة في دين الله لا يجوزها أن تبين له أنه لا يجوز البناء على الكبور لا تجوز الصلاة عند الكبور لا يجوز تعظيم الكبور تعظيما يخرج عن الشرع فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فأنت لا تتنازل عن شيء من الدين علشان يفرحونه بهذا إذا شاءوا قاوعتهم ومشيت معهم فرحوا بهذا نعم وأيضا يقولون لو في خلاف ما صلى معنا لو أن هذا ممنوع ما صلى معنا ويستجون بكي يضع نعم إذا كان عندي نقص في العقيدة فكيف أعالج ما كان عندي من نقص وجزاكم الله خير بأمرين الأمر الأول الإصلاح النية وإحسان القصد طلب الحق والأمر الثاني تعلم العلم الناغع تعلم العلم الناغع تعلم العقيدة الصحيحة على أهل الإيمان على أهل العلم ما تعلمها على الجهال والمتعالمين أو تقراها من الكتب وتعتمد على فهمك لا تعلمها على أهل العلم الراسخين في العلم نعم نحن يقول هناك من يقول نحن نجمع المسلمين أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد بعد تجميعهم وتكتيلهم ما يمكن تجمعهم ولا يطيعون تجمعهم وهم على عقائد مختلفة ما يمكن هذا هذا تناقض ما يجتمعون إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فإذا كنت تريد جمع المسلمين فاجمعهم على العقيدة الصحيحة التي يؤلف الله بها بين قلوبهم نعم ما حكم الطواق على القبور لأجل الدعوة إلى الله فهذا هذه المسألة خلافية هذا سبق الجواب عنها هذا مثلا يقول أنا أصلي عند القبور على شأن أتألفه أطوف بالقبور على شأن أتألفه سبحان الله أنت تنهى عن الشرك وعن البدع وتفعلها من أجل التألف هذا لا يجوز والتألف ليس بهذه الطريقة تألف بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا بموافقتهم أو مشاركتهم في ما هم عليهم من الضلال والبدع نعم حضرة الشيخ وفقكم الله هل تنصحون بإنشاء قنوات علمية لقناة المجد العلمية لتصدي لأهل البدع كالجفري وغيره من الضلال الذين ينشرون سمومهم عبر الفضائيات وهل من كلمة بخصوص التصدي لها البدع وجزاكم الله خيرا نعم هذا أمر ضروري أن يوجد قناة لتولاها أهل العلم تشرح فيها العقيدة الصحيحة ويبين ما يضاد للعقيدة من الشرك والبدع إذا وجدت قناة لهذه الصفة فهذا عمل جليل وهذا يضاد القنوات الأخرى ويسد عليها الضريح نسأل الله أن يحقق هذا شيخنا الكريم سمعت عن فرقة الجهمية التي يحذر منها هل هذه الفرقة موجودة الآن أم من هو الشيخ محمد الجهمية يعجي السؤال يقول سمعت عن فرقة الجهمية أو الجهمية أو حذرت التي حذرتم منها فهل هذه الفرقة وجود ومن هو الشيخ محمد الجامي محمد الجامي هو أخونا وزميلنا تخرج من هذه الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى وما علمنا عليه إلا خيرا وليس هناك جماعة تسمى بالجامي هذا من الافتراء ومن التشويق هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله نعم لكن لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الفدع وعن الأفكار المنحرفة صاروا يعادونه ويلطبونه بهذا اللقب نعم سماعة الشيخ هناك من يقول لا تضيقوا على الشباب وتحذروهم من قراءة بعض الكتب ككتاب دعاة الضلالة فإن الشباب يميزون بين الحق والباطل فتركوهم يقرؤون وهم يميزون فهل هذه الحجة صحيحة؟ هذه الحجة شيطانية يعني انضيع الشباب ونقول لهم اقرأوا ما شئتم من الكتب التي فيها الضلال وفيها الإلحاد ولكم الحرية ولا نضيق عليكم هذا ما هو بتضييق هذه حماية هذا حماية ما هو بتضييق هذه من الحماية لهم ومن النصف لهم ومن الشفقة عليهم ومن التحصين لهم من التربية لهم نعم معايي الشيخ ما نصيحتكم لمن يماشي من يطعن في هذه الدولة المباركة بل قد يصل بهم الأمر إلى تكفيرها ما نصيحتكم لهذا الشاب ونصيحتكم للطاعنين صحتنا أنهم إن كانوا جهالا ولا يعرفون هذه الدولة ولا يعرفون ما هي عليها يبين لهم ويشرح لهم ما عليه هذه الدولة ومنهج هذه الدولة وما قامت عليه يبين لهمها لأنهم قد يكونون يجهلونها لو يسمعون كلام الأعداء ويصدقونه فلابد من البيان لهم فإذا بيّن لهم ولم يقبلوا فإنه يجب هجرهم والبعد عنهم وعدم تمكينهم من مجتمعاتنا نعم خلو السائل ما حكم شراء إقامة في بلد الإسلام المملكة العربية السعودية لغرض الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا من فرنسا هذه مسألة نظامية يرجع فيها إلى النظام والإقامة لها نظام لا بد من التقيد به التمشي عليه نعم فقل لديه معاملة وهي إدخال الكهرباء للمنزل قد تعطرت المعاملة فترة طويلة فذكر لي المعاقب أن أن أحد الموظفين لا مانع لديه من أنهاء المعاملة بشرق مبلغ وقدره وأنا لا مانع لديه فما حكم ذلك هذه رشوة قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشف والرشوة السهد ولا يجوز دفعها ولا أخذها ولا السعي فيها وهذا الموظف فوقه موظفون يأخذون على يده يرفع بشأنه إلى المسؤولين لأخذ على يده وأمثاله ولا يفركون على هذا الأمر وهذا من إنكار الممكن ومن النصيحة للمسلمين أن تجتث هذه الفكرة فكرة الرشوة وأصحاب الرشوة نعم هل الاستغاثة بحي قادر موجود تجوز ورحزاكم الله خيره نعم الاستغاثة بحي قادر موجود هل تجوز وجزاكم الله خيره نعم لا أبس بذلك أنك تستعين بأخيه الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالاستعانة من المخلوق فيما يقدر عليه في الأمر المباح هبس بذلك قال الله تعالى عن موسى عليه السلام استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وفي أمر المباح هبس بذلك وهو من التعاون على البر والتقوى نعم قال السائل هل من أسباب ضعف العقيدة هو ضعف الإيمان وهذا يوصف من عنده عدم اهتمام بالعقيدة أنه ضعيف الإيمان ضعف العقيدة يحصل من أحد أمره إما من عدم الإيمان أو ضعف الإيمان في القلب وإما من الجهل الجهل للعقيدة يضعف أو لا توجد معه العقيدة الصحيح فلابد من الصدق مع الله وإخلاص النية ولابد من التعلم الصحيح نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حيا على الفلاح الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله 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 قال إن عادوا فعد أشهد أن محمد رسول الله 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 هنا تصرف العملة هنا بعملة بلدك وتروح عملة بلدك وتروحها لتحولها لبلدك تصرفها هنا. قيمة الحوالي. نعم. قيمة الحوالي. الحوالي لا يوخذ عليها شيء. حوالي ما هي عقد ارفاق. لا يوخذ عليها شيء. نعم. ان البنك يخلن رسوم على الحوالي. عده اخرجها البنك. حوالي حقد ارفاق. ما يخذ عليها شيء. فانت يلتمس طريقا سليما ويسر الله لك. نعم. يقول السهل سماعة الشيخ خل اكون مؤهلا للدعوة العقيدة الثلاثية اذا حصلت على الانتياز في دورة مقامة لمكتب الدعوة والدرشاد. فجزاكم الله خيرا. لا يحصل هذا الا بالعلم. اذا اعرفت هذا في ذاكرتك وتصورته تصورا تاما حصل لك العلم بذلك. اما مجرد الامتياز وانت لم تفهم الشيء. هذا ما يكفي. كم من من اخذ الامتياز بدرج الشرف الاولى وهو ما يفهم. وكم من من اخذ مقبولا او او لم ينجح حتى. ولكن عنده معرفة وادراك. ما هو بالعبرة بالشهادات. العبرة بالادراك والمعرفة. اه الحقيقية العلمية. نعم. ظهر احد الدعاة في بعض الصحف يقول ما من احد الا وقع في شيء في 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 شيء من الهوى حتى الانبياء. فما رأي فضيلتكم بهذه الكلمة. اذا كانوا الانبياء ما سلموا منه. اتهمهم بالهوى. فما بالك بالبقية. هذه من جملة شرهم وصحافتهم وتناولهم لأمور الدين. نعم. عليهم من الله ما يستحقون. نعم. سائل السماحة الشيخ تقول استخدمت حبوب ايقاف الدورة. ارتبكت الدورة عندي فاصبح الدم الذي فيه فيه صفة الحيض ينزل سبعة ايام او ثمانية ايام. وبقية الايام ينزل فيها دم ليس فيه صفة الحيض قد يبلغ شهرا كامنا. فما حكم الصيام والصلاة ذلك. عليك مراجعة الاطباء فاذا قرروا ان الدم ازايد عن صفات الحيض انه ما هو دم حيض ولا يكون حيضا. نعم. قول استخدمت لا على الاقل ما تجاوزين خمسة عشر يوما ما زاد على خمسة عشر يوم هذا اخر حتى. نعم. اذا اردت ان ادعو غير المسلمين في بلدي فهل الجأ الى محادثتهم والتبسم اليهم ومناقشتهم هذا كله غرضه في الدعوة لله ودخولهم في الاسلام. المهم ان يكون عندك علم بصيرة. اذا كان عندك علم بصيرة عرفت كيف تدعو الناس. نعم. ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله سلم جمع بلا مرض ولا 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 مطر. نرجو التوضيح والافاتة عن هذا الحديث. هذا الحديث من المشكلات من مشكلات الاحاديث وهو من المتشابه والمجمن. والاصل ان الصلوات في مواقيتها. انه لا يجوز الجمع الا للسفر او للمرض او للمطر. ثلاثة علار. للسفر. للمرض. للمطر بين المغرب والعشاء. وما عدا هذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع. فهذا من الاحاديث المشكلة هو نرجع الى الاحاديث الاحاديث الواضحة. والى قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة. والى قوله صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها. نعم. ما حكم الدعاء بهذا الدعاء. اللهم ان كنت كتبتني في الاشقياة فامحها واكتبني في السعداء فانك تمحه ما تشاء وتثبت عند كوم الكتاب. المهم فبوت هذا الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا تبك فانك تدعو به. واذا لم يثبت تركه. يحتاج الى مراجعة. نعم. هذا ثاني يقول انه لم يقص شعره بعد العمرة فما حكم عمله. ما تمت عمرته الى الان. مع يذهب ويلبس ملابس الاحرام. ويبادر. ثم يقص شعره. يا اي مكان. وان كان حصل منه جماع لزوجته. انه يفدي في مكة. يذبح فديا في مكة ووزع على وقراء الحرب. نعم. اه نفتم بهذه السؤال سمعت الشيخ. هل المرأة تجهر بالصوتي في الصلاة الجهرية حين تصلي لوحدها في البيت وعثابكم الله. المرأة لا تجهر. تجهر للرجال. المرأة لا تجهر. ما اعلم انها تجهر في صلاة الجهرية. وانما تسر. لا مانع انها ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها. لا بأس بذلك. نعم. اتذل الله مع الشيخ صالح من فوزان. فوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذا اللقاء الطيب والمبارك. واجاباته الموافقة ونجر من جل الله تعالى نكتب ذلك بميزان حسنات الجميع. لقاكم في الاسبوع القاتل بالله تبارك وتعالى. وصل الله وسلم وبرك.